الهرمون البشري والحيواني يا شباب جاهزين؟ الهرمون البشري والحيواني بعض الشباب في بعض الأندية يتداول هرمون حيواني شوفوا الصورة الموجودة ماعز، عفوا، بغر، أمور، خير شايف الصور الموجودة؟ هذه الهرمونات الحيوانية تستخدم لقنة الحيوان لتسمين، لإدرار اللبن، لتزييط الشعر لطاقة الحيوان ما يدخل الإنسان في هذا الحيوان؟ يدخل الهرمون هذا؟ يكبر العضلة يأخذ جدا ما يحدث؟ يأخذ الشكل الذي يريد أن يكبر عضلته متناسي ما الأخطار يمكن أن تكون متناسي يمكن أن تكون في جلطات يمكن أن تضخم بالقلب، يمكن أن تكون في شيء بالشرايين متناسي، بعدها شيء ثاني الهرمونات يأخذون بعض الشباب في بعض الأندية أنا بوصل حق مستوى من الجسم يا شباب لا تروح النادي ويقول لك أحد تعال اخذ هرمون أو محفز هرمون كثير من حالات العقم أعدادها كبيرة بالآلاف موجودة بسبة المحفزات الهرمونية لك بدنك عليك حق أهلك لهم حق فيك لما تأخذ أنت اليوم هرمون بشري أو حيواني أو محفز بالتالي أنت قاعد تأدي إلى حالات مرضية يصعب علاجها وشفاءها يفحص حقما يأخذ هذه الأمور يوصل حق مستوى من البدن مطلوب يفحص يلقى معدل الحيوانات المنوية عنده زيرو أو أقل دشت ما عنده حيوان منوي عايش بعدين يقعد يفكر أنا والله برجع شون يبدأ يتعالج عشان يقدر يرفع مستوى الحيوانات المنوية وما يقول حق أحد كثير من حالات الطلاق تمت بسبب أنه هو رجل ولكن لا ينجب مو عيب يا جماعة قلنا الحوار بيننا عقل إذن ابتعد عن شيء اسمه محفز هرموني شايفين العامل اللي يبني يصعد دور الرابع ودور الخامس شاي السميت وطابوق عمرك شفته بمعضل دوائر عنده ينشف صح؟ ينشف فقط إذن هذا اللي قاعد يطرربي عضلات في دوائر ويمشي بهذا الشكل شون سوى؟ غز صح؟ حلوة كلمة غز نستخدم غز محفزات هرمونية غز الأمور هذه ودخلها داخل جسمه بس عشان يوصل حق مستوى شكل خارجي ولكن من الداخل شون فيه يا شباب؟ نصيحة ما تأخذ أبدا محفزات هرمونية بتاتا ولا هرمونات جسمك مثل ما أهوه في قصور في النمو أوك ما في مشكلة تأخذ بعد الفحص ولكن أنا إنسان مكتمل إنسان زين وأروح آخر هذه الأمور بس عشان أوصل حق شكل خارجي مميز إذن أنا غلطان إذن أنا مو قاعد أفكر كإنسان تفكيري مو كامل تفكيري مو صحيح أنا قاعد أدخل في الخطأ ماشي يا شباب؟